أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين معلش تضحكة النهاردة حلوة وفرحنين ومبسوطين وسعاداء لأنه منتخبنا الوطني منتخب مصر منتخب بلدنا خلوني أرحب باتنين من نجومنا الكبار واتنين من الديو في الحقيقة نتكلم معهم من الناحية الفنية كيف استطاع منتخبنا الوطني أن يغير من أداءه في ظرف ثلاث أسابيع بشكل مختلف تماماً نقضنا الرياضي الكبير وأستاذنا الأستاذ جمال الزهيري أهلاً بيه كابتن إسلام ألف مبروك حنتكلم بقى عن سر التحول ده إن شاء الله سر التحول ده لازم نعرفه والله مش فني أنا رأيي بس هنتكلم هنتكلم عنه بس أرحب منهم الكدير الكابتن أسام عربي زي كابتن أسام شرف النور الله يكريم ومبروك طبعاً الله يبارك فيك ومبروك للشعب المصري كله طبعاً إيه سر التحول يا أساس جماعي هقول حددك لو تفتكر آخر مرة تقابلنا قبل ده جزء على فكرة ده مهمة قوي يعني الانتقادات الكبيرة اللي تعرض لها لعيبة منتخب مصر حتى لو كانت مبالغ فيها شوية ساهمت ساهمت إلى إنه يبقى فيه حالة كده كابتن إسلام من التحدي اللي هو ما عملتش حاجة هو هو رجع أغلب العيبة الملكيزة وشكراً النهاردة أنا والله تسألت سؤال التشكيل اللي بيلعب بيه ده هو تقريباً نفس التشكيل اللي ممكن كان بيلعب بيه قدام نيجيريا مثل مثل إيه الجديد حد سألني كده لا بس ما كانش فيه عبدالله السعيد معلش يعني نقصد إيه تقريباً يعني التشكيل الأساسي أو الهيكل هو ما تغيرش كتير اللي حصل إنه فيه انتقادات كتيرة زي ما قلنا تعرض لها المنتخب ولقولش كيروش أنا بقول المنتخب اللعيبة نعم عمل نوع مليستنفار ويمكن لو تفتكر حياتك إحنا اتكلمنا قبل ماتش كود دفور قلت إنه بعد الدروس اللي احنا خدناها في البطولة وفرق صغيرة أثبتت إن هي موجودة على الساحة قدام قوة كان يا الاستوائر نهاردة أمام السنة جنب يا جنب يا وصلت لغاية فين ده كله يدينا برضو درس مهمة هو يا كابتن إنه الروح اللي احنا طالبنا بيه الروح القتالية هي اللي بتدي لطرق اللعب معنا بمعنى إيه إن انت لو عندك أفضل طريقة لعب ومعندكش العناصر اللي تنفس ده طبعا مش هتقدر تقوم بحاجة لأن مش هتقدر تقول مثلا أربعة ثلاثة ثلاثة كان فيه انتقادات موجهة إنه هو غير الطريقة طب ما هو بيلعب ليسا أربعة ثلاثة ثلاثة إيه اللي حصل السر بقى إيه ما أنا بقول حديثك أنا عايز أعرف لا ما هو السر فيه حماس اللاعبين وخفهم على بعض وتقاربهم من بعض وأداءهم اللي وصلهم لأقصى طاقة عندهم أو أقصى ناتج مش يعني مش قصة بس أنه أنه هو حصل تغيير في اللاعبين ما حصلش حاجة كل اللي حصل زي ما قلنا أنه هو تغيير الروح القتالية لللاعبين اتغييرك جدا واخبالك سواء للرد على المنتقدين سواء لإثبات وجودهم لأي عامل آخر أيام كابتن أسامة وأيام الكابتن جوهري لو تفتكر كان مثلا كل لاعب يكلف بمهام معينة كان الكابتن جوهري يقول مثلا هشام ياكن في كاس العالم أنت هترائب فلان نجم هولندا نعم قتيل معاه بيلعب معاه بشكل اللي هو ما يعديش بأي شكل من الأشكال فأنا بشوف أن الروح دي هي السبب في تحويل أداء المنتخب من أداء مغضوب عليه إلى أداء مرضي عنه بشكل كبير للوقت